التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اللقاء أشهد وزير الدفاع بالدور الوطني الذي تقوم به اللجنة في كافة القضايا التي تدعم ركائز الأمن القومي مؤكدا جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في سبيل الحفاظ على ترابي مصر التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء أركان حرب أحمد العواضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأعضاء اللجنة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع حيث قدم أعضاء اللجنة التهنئة لهم على ثقة القيادة السياسية في تعيينهما بمنصديهما الجديدين متمنين لهم التوفيق ومشيدين بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالدور الوطني الذي تقوم به لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في كافة القضايا التي تدعم ركائز الأمن القومي المصري مؤكدا جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على تراب مصر المقدس في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي